ميثاق العمل الوطني لما تشهده البحرين منذ أن وافق المواطنون بنسبة 98.4 على ميثاق العمل الوطني وهما ترتب عليه نهضة تلمس على أرض الواقع ويشهدها أبناء مملكة البحرين على كافة المستويات وفي حياة الأمم والمجتمعات والشعوب محطات هامة ومصيرية وكان زمام المبادرة في مملكة البحرين في يد جالة الملك المفدى أيده الله الذي جعل من ميثاق العمل الوطني ووصلة تسترشد فيها المملكة حكومة وشعبا للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق الإنجازات وبفضل من الله ورؤية فذة من قائل حكيم توالت إنجازات مملكة البحرين على كافة المستويات منذ الألفية الجديدة اتجسدت الديمقراطية في البحرين في العديد من المظاهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ما جعل تجربة مملكة البحرين منارة بين دول العالم ونموذجا للنهوض بشعبها ومقدراتها تحقيقا لكل الأهداف إن المتجول اليوم في طرقات مملكة البحرين والمتابعة لإنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشهد كيف نمت وإزدهرت بفضل الرؤى والتوجهات النيرة لجالة الملك المفدى ومشروع جالته الإصلاحي فهنا عجلة اقتصادية تدور وهناك جهود تحت قبة البرلمان تشرع في جو ديمقراطي لكل ما في مصلحة الوطن والمواطن بالإضافة لسلطة تنفيذية لها حقوق وعليها واجبات وكل هذه التفاصيل والعلاقة المترابطة بين كافة المكونات هي المعادلة التي أرسد عائمها جلالة الملك المفدى بمثاق العمل الوطني من أجل رفعة مملكة البحرين وسيرها في خط ثابت على خط الإنجاز إن إنجازات مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لا تحصر بين قوسين وتختصر فكل إنجاز متحقق من أصغر الإنجازات إلى أكبرها هو ثمرة ميثاق العمل الوطني وإرادة شعب مملكة البحرين للنهوض بالوطن ترجمة نانسي قنقر